برضو عانا تصريحات سريعة لمحمد الشناوي الوجه فيها شكر للعيبة وأكد أنهما كانوا على قدر المسئولية مبارح ولعبوا كويس جدا ونفذوا تعليمات الجايز الفني بحزافير وزي ما بتقال وده اللي منح الفريق الفوس خلينا نتابع سريعا تصريحات الشناوي نرجع نكامل بقول للعيبة الفهالفة مبروك النهاردة كنت رجالة وبقول لجمهور مبروك وبقول لجمهور مبروك والجايز الفني مبروك اللعيبة النهاردة قدت اللي عليها وعملت اللي عليها كنا للفترة اللي فاتت بنجهز للمباراة وإحنا عارفين الماتش صعب جدا وإحنا عارفين نادي الزمالك نادي الزمالك ده ماتش يبقى مختلف يعني بيبقى لي حاجات خاصة طبعا بس النهاردة الحمد لله لعيبة عملت اللي عليها وقدت التعليمات اللي خدتها من الجايز الفني واشتغلنا اللي أربعة تيام اللي فاتوا واشتغلنا في شكل كويس ولعبة كتمركزة ده أهم حاجات تركيز وروح النهاردة كافي الملعب يعني الحمد لله من اول يوم بلعبة جديدة تكون موجودة كهرباء طبعا بالفترة كبيرة معنا يعرف النظام كويس جدا لعبة كبيرة بصراحة بيابلوا معنا مجهود كبير جدا لعبة جديدة طبعا أول مجم عرفوا النظام وإحنا من دعامهم وإحنا في ظهرهم ده أهم حاجة أهم حاجة يعرفون اللي احنا في ظهرهم وإحنا اللعبوا زمان توقفوا في انت Birds وإحنا جايز منها ولعابوا بصقة وإحنا في ظهركم و Josh a machine بصراحة وقفت جنب نقف جنب أحد صغير كبير جديد قديم إحنا كلنا واحد إحنا فرقة جماعية مش فرقة بإسم حد ده أهم حاجة وإحنا النهاردة أنت شايف الملعب كله بيدافع كله بيهاجم على نفس الوقت ده أهم حاجة في التيم والروح والتركيز ده طبيعي طبيعي النهاردة نفرح بكرة نبدأ التمرين ونفكر في ماشي بنك الأهل ده الطبيعي يعني بس أنت برضو بتلعب نادي كبير نادي نادي زمالك المنافس بتاعك لازم تضيله احترامه وتحترام الجمهور بتاعه ده أهم حاجة يعني ما تكسب نادي زمالك الناس بتفرح يعني أنت بتتكلم ماتش ما بتفكرش هو ماتش كايز ماتش دوري ماتش سوبر ما بتفكرش هو لي حسابات خاصة يعني أكيد طبعا نهاردة نفرح كويس جدا من بكرة نقفل الصفحة خلاص ونفكر في البنك الأهل على طول إن شاء الله أكيد هو بالنسبة لنا رقم واحد مش رقم 12 يعني هو ما بيجي داعنا انت شايف النهاردة جمهور الجمهور هين النهاردة جمهور الزمالك وجمهور الأهلي الماتش النهاردة كان في حماس كبير جدا عشان الجمهور موجود يعني نفسي اللسات كله يكون ماملية عشان اللعيب النهاردة الرتم كان عالي والناس كلها عندها روح واللسات كويس جدا والأرضة كويس جدا واللعبة مبسوطة هي بتلعب من الفرقتين وفي روح عالية جدا جواه الملعب ده أهم حاجة ما قالنا فترة كبيرة الروح بين اللعيبة بين الأهل وزامال لجد حاجة كويسة جدا إحنا أخوات في الأول وفي الآخر بس جوان ملعبه نفسي هذا كان متألخ جدا مبارح محمد الشناوي يمكن لم يختبر الكام كبير أو عادت كبير من المرات لكن الكام مرة اللي كان فيه خطورة عليه كان فيه جون مؤكد تقدمها طبعا شناوي بص يعني اختبوط الله بصد على بسم الله ما شاء الله